شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دورة جديدة على قناة ألغوريتم نتعلم فيها إطار العمل لارفل الإصدار السادس لارفل هو إطار عمل مبني بلغة الـ PHP ومعنى إطار عمل أو فريمورك هو مجموعة من الأدوات التي نجمعها ونربطها مع بعض في مكان واحد الهدف من هذا هو وتسهيل القيام بالمشاريع في وقت أقل ورفع الإنتاجية يأتي لارفل بتوثيق جيد جدا ومشروع بشكل رائع سنقوم بالأسماد عليه وسيكون مرجع بالنسبة لنا دائما اللارفل مدعوم بقوة يكفي أن تبحث عن حل المشكلة التي تواجهك وستجد عشرات الحلول اللارفل مطلوب في سوق العمل بشكل كبير سواء البلدان العربية أو الأجنبية اللارفل يعتمد على مبدأ الأم في سي في ترتيب الكود وتبزيع المهام مما يجعل تجربة التطوير سهلة ومنظمة بالشكل التالي على سبيل المثال لدينا ويب أبليكيشن معمول بإطار العمل اللارفل يقب هذا اليوزر مثلا صفحة البوستس أو صفحة الموضع الموجودة أو متوفرة في هذا الويب أبليكيشن يوفر لنا اللارفل أو إطار العمل اللارفل نظام الراوتين نظام الراوتين هو الذي سيربط لنا ما بين الفرونت والباك يعني مثلا عندما يطلب هذا اليوزر سلاش بوستس هنا سيتم المنادات أو سيتم مربط هذا الطلب بكونترولر معين هذا الكونترولر هو المسؤول عن هذا الراوت سلاش بوستس الكونترولر بدوره سوف يتواصل مع المودل المودل أيضا يتواصل مع الداتابيس يقوم بجلب البيانات أو البوستس الموجودة في الداتابيس ويقوم بإرجاعها إلى الكونترولر والكونترولر بدوره سيقوم بإضافة أو تمرير هذه الداتا إلى الفيو ويقوم أيضا بإرجاع هذا الفيو لليوزر لكي يتم عرض له البوستس الموجودة إذن هذا هو نظام الـ MVC Model View Controller وبالإضافة إلى نظام الـ Routing الذي يوفره لنا إطار العمل Laravel طريقة سير الدروس ستكون مختلفة عما تعودناه هذه المرة سنتعلم من خلال التطبيق سيكون لدينا من 4 إلى 6 مشاريع في هذه الدورة والتي ستكون كفيلة إن شاء الله بتغطية معظم المعلومات التي نحتاجها لبناء التطبيقات باستخدام Laravel في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نرى كيف نقوم بتسطيب Laravel على كل من Windows و Linux ونبدأ في عمل المشاريع وتعلم هذا الإطار الرائع إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نلتقي في شرح جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته